لعرص تدمع فيه عيون العراقيين فرحاً من بين ركام الأحزان لهموم ما سمعوا من قهر العراق على العراق وهنا ومضة أمل تحيي ما يطلق عليه شعبياً بغيرة العراقي في عرص شاب من السليمانية تحول إلى قصة ليست غريبة على التضامن الموجود بين الشعوب التي لازالت رغبة الحياة فيها العريس محمد العزاوي في حفل زفافه يزف مبادرة لصديق حسون الأسدي بجمع مبلغ مالي لإجراء عملية جراحية تبلغ كلفتها 60 مليون دينار العزاوي حول حفل زفافه الخاص إلى حفل بحجم الإنسانية أثلج قلب حسوني الذي باغته المرض بعجز كلوي وحسوني ليس مجرد صديق العريس فهو الآخر قصة رسمت لمن يعرفه ما هي الصورة البغدادية والبصرية والكربلائية والمصرية والكردية وهنا نطقت عدسة كاميرته بالكلمات والضحكات للوطني للذكريات للسماء المزهوة بذجلة وكأن عريس السليماني العزاوي قال للعراقي أجمع إن حسوني أكبر من صديق فهو عين عراقية لا تنام قبل أن تنطق حبا وترسم ذكرى أمس ما يحتاجه العراقي في حياته اليوم مبادرة لها مكانتها التي تركت أثرا في النفس ليجمع له كل ضيف مبلغا قليلا لتصبح القصة أن ضيوف العزاوي هم عائلة كبيرة اسمه العراق استجابوا لأجل قصة لا يمكن وصفها بالكلمات أو ربما تصفها الصورة التي رسمها حسوني لعراق ينتظر جميع العراقيين أن يتحقق ترجمة نانسي قنقر